السلام عليكم أساطير HD Action بيبدأ فيلمنا في جزيرة ملطة وبيظهر في التليفزيون أخبار عن أمريكا وإنها بتجند مرتزقة علشان يقوموا بالمهام بتاعتهم وده علشان يرجحوا كفتهم في حرب الإرهاب اللي شغالة حاليا بين الدول وبيبقى العقيد الأمريكي هارت موجود في ملطة فبيتصل على واحد من المرتزقة بتوعه اسمه رايدر وبيحاول يمنعه من الجنون اللي هو عايز يعمله بس رايدر مش بيهتم الكلامه وبيجهز لتنفيذ المهمة فبيطلب هارت من فريقه يدوره على مكان رايدر على الجزيرة بأي طريقة خصوصا إن رئيس جزيرة ملطة لسه مخلص مؤتمر وهيركب عربيته وفعلا بيبقى رايدر واقف بالقناصة بتاعته علشان يغتال الرئيس فبيتصل هارت على مساعد الرئيس وبيحذره فورا لكن خلاص فات الأوان ورايدر بيدرب الرئيس طلقه في سدره وبينزل بعدها ياخد حكته ويمشي بس علشان نفهم اللي حصل ده حصل ليه محتاجين نرجع بالزمن ست شهور لورا وقتها بيبقى رايدر جاي من السفر علشان أخوه تومي ومراته الحامل ورغم إن رايدر الجند الشجاع كان متقاعد إلا إنه قرر ينضم الأخو في مهمته الأخيرة وبيروحوا بعدها لجزيرة ملطة وبتتكلم مرات تومي مع رايدر وبتفكروا بحبيبته سالينا لكن رايدر بيعرفها إنه سابها من فترة وعلاقتهم ما نكحدش وهي حاليا عندها مكان خاص بيها في إيطاليا وبيوصلوا للأصر اللي بيعيش في تومي وبيبقى زميله كلهم موجودين علشان يتفقوا على المهمة وقتها بيظهر العقيد هارت لإنهم بيشتغلوا عن طريقه وبيعتذر هارت الرايدر على اللي حصل في آخر عملية لإنهم فقدوا رجالة كتير كانوا أصحاب رايدر فبيعرفوا رايدر إنه هينفذ عملية الآخر مرة بس علشان أخو تومي بعدها بيبدأ هارت في شرح المهمة للكل وبيعرفهم إن في أمير حرب مستخب منهم في سوريا وحوالي رجالة وأسلحة كتير جدا فمش عارفين يوصلوله والهدف إنهم يدخلوا حصن الأمير ويخلصوا عليه فورا وإلا هتقوم حرب شارسة بين الدول بسببه فبيجهز رايدر والفريق بالأسلحة والمعدات بتاعتهم وبيتجهوا نحو سوريا لتنفيذ المهمة الخطيرة وبالفعل بيوصلوا الهدفهم وبينزلوا كلهم قريب من مقر الأمير وبيبدأوا يأمنوا المكان بالكامل وبيتحركوا على تعليمات القائد رايدر وبيفتكروا تحذيرات هارت إن الأمير عنده جيش كامل تحت أمره لكن رايدر وأتباعه بكل هدوء بيخلصوا على الحراس اللي وقفين برا المكان وبيتسللوا للمكان بمنتهى الخفة وبيدخل جزء منهم ياخد معلومات من الخوادم الموجودة ورغم إن الموضوع كان سهل جدا بالنسبة لهم إلا إن الراجل اللي كان شغال على الخوادم بيلاقي قنبلة بتنفاجر فيه وهنا بتبدأ حراس الأمير يطلعوا واحد ورد تاني وريدر واللمعاء بيخلصوا عليهم بمنتهى القوة وبيدخلوا في معركة شرسة مع الحراس وبيبن إنهم أصحاب مهارة وقوة عالية لكن عدد الحراس كبير وبدأوا أصحاب رايدر يقعوا واحد ورد تاني لحد ما بيموتوا كلهم وبيكتشفوا إنه كمين معمولوا الحراس كتير جدا ومعاهم أسلحة إيلة علشان يتضح إن هارت اتصل على الأمير وقاله على الهجوم اللي هيحصل عنده وده علشان يلحق نفسه في مقابل خدمة يعملها الهارت وأمريكا وبيبقى تومي تصاب بس رايدر بيحاول ياخده يهرب لكن للأسف بيظهر قدامهم مجموعة تانية من الحراس والوضع بيبقى أصعب وعلشان تومي عارف إن أخوه مستحيل يسيبه ويمشي بيقرر يضحب نفسه في سبيل إنه يرمي قنبلة تموت الحراس اللي قدامهم فبيعايت رايدر على موت أخوه الوحيد وبسرعة بيمشي من المكان في الوقت ده مراد تومي بتبقى قلانة ولما بتسأل هارت عن معاد رجوع الفرقة بيديها هارت طلقة بيقضي عليها هي واللي في بطنها وبعد ست شهور في البرتغال بيبقى رئيس ملطة قاعد مع المساعد بتاعه وبيبقى شايف إن تعاونه مع هارت مش هيجيب غير المشاكل لإن هارت شخص خطير ودايماً بيشتغل لمصالحه بس لكن المساعد بيقدر يقنعه إن تحالفهم مع هارت وأمريكا هيبقى مفيد لهم بعدها في لندن بيبقى هارت في المنظمة بتاعته وبيطلب من الكل ياخدوا بالهم كويس في الفترة اللي جاية لإنهم على شفير الحرب أما رايدر فبيقرر يروح يزور حبيبته السابقة سالينة في إيطاليا ولما بتشوفه في الكاميرات بتطلب من رجاليتها يمسكوه وفعلاً الرجالة بتدخل معاه في قتاله وبيقدروا يسيطروا عليه بسبب تعبه ولما بيفوق بيلاقي قدامه سالينة ربطه متضايق منه وبيتقوله إنها عرفت إنه مات من فترة في العملية الأخيرة وبتسأله عن سبب وجوده هنا فبيعرفها إنه عاوز ينتقم من اللي حصل معاه وموت أخوه ومراته وطف لهم كمان لكن سالينة بترفض تساعده لإنه عايز يكسر النظام وهيعمل مشاكل كبيرة في الوقت ده بيبقى هارت في بيته وبيجيله تليفون علشان يفتح التليفزيون وبيتفاجئ إن الأخبار بتعرض فيديو للاقتحام اللي عمله رايدر وأتباعه في سوريا فبيفهم هارت إنه لسه عايش وكده كلهم فخطر فبيرجع المنظمة وبيلاقي إنهم اكتشفوا وجود رايدر فعلا من ثلاث أيام فبيبعت مجموعة كبيرة من الجنود فورا على المكان اللي موجود فيه بس رايدر باستخدام الكتاب فقط بيقدر يقضي عليهم كلهم في لحظات معدودة ولما بيطلع بيلاقي كم واحد كمان بيخلص عليهم بمنتهى القوة والشجاعة لكن بياخد طلق بطنه فبيجري منهم فورا وبيختفي وبيروح عند سلينة علشان تلحقه قبل ما يموت وبالفعل سلينة بتبدأ تعالجه وبيفقد الوعي وبيفضل يفتكر لحظة موت زميله بعد ما فهم إن هارت غدر بيهم لأسباب تانية بعدها بيفوق رايدر وبتقرر سلينة تساعده في انتقامه لإنها لسه بتحبه وبيتقابله مع شخصها هيقدر يدخل رايدر مالطة من غير ما حد يحس به خصوصا إنه معا عربية مجهزة للعمليات دي وبتأكد سلينة الرايدر إنها تحصله خلال ثلاث أيام وبيبقى رئيس مالطة متضايق من اللي بيحصل وبيطلب من هارت يتصرف ويوقف رايدر قبل فوات الأوان وبعد ما بيمشي الرئيس بيقول هارت للمساعد إنه سمع إشعات إن رايدر على الجزيرة ولازم يوصلوله قبل ما تحصل حاجة تفاجئهم كلهم ولما بيوصل الراجل ومعا رايدر بيروح يقابل سلينة وأتبعها بس الراجل بيبقى عرف إن رايدر مطلوب على مستوى العالم وقرر يطمع ويطلب فلوس أكتر بس سلينة بترفض وبتهجم عليه بمنتهى القوة هي ورجالتها وهنا بتبان قوة سلينة الكبيرة وشجعتها في القتال وبينزلوا رايدر بعدها علشان يشوف خراية الجزيرة كلها ويعرف هيضرب منين وبيبقى فيه أنفاء كتير جدا تحت جزيرة مالطة وبيقرروا يستخدموها علشان ينفزوا المهمة بنجاح وبيدخل رجالت سلينة للأنفاء دي وبيبدأوا يجهزوا كل حاجة أما سلينة فبتدي الرايدر قناصة قوية علشان يقدر يغتال رئيس مالطة وبيبقى هدفهم إنهم يفصلوا الرئيس عن الحراس وياخدوا معربية إسعاف للأنفاء لحد ما بييجي اليوم الموعود وبيقدر رايدر بالقناصة يستهدف الرئيس وبيديله طلقة في سدره فعلا فبياخدوا الحراس على العربية لكن المفاجأة إن رايدر والبقيين بيبقوا مجهزين قنبلة بتنفجر من تحت العربية تعطلها وهنا بتظهر عربية إسعاف وبينقلوا الرئيس عليها فورا لكن هارت اللي متابع المشهد من الكاميرات بيبقى شاكك إنهم بيخطفوا الرئيس ومش عارف عربية الإسعاف دي ظهر 80 وفعلا بتبقى سلينة في عربية الإسعاف وبتهجم على الحارس اللي معاها والسواق هو كمان بيبقى من أتباعها وبيدخل الكل في قتال شارس وعنيف في العربية لحد ما بتقدر سلينة المحترفة إنها تسيطر على الموقف والعربية كمان بس المشكلة إن باقي عربيات الرئاسة لسه بتطريدهم وبتضرب عليهم نار فبيتحركوا من طريق معين لحد ما بيخبطوا في الحيطة ساعتها بينزل أتباع الرئيس علشان يشوفوا اللي بيحصل وبيتفجؤوا إن عربية الإسعاف فضية وسلينة واللي معاها عملوا حفرة في الحيطة وعدوا منها للأنفاء وبعدها أفلوها علشان الموضوع يبقى صعب وقتها بس هارت بيقول للكل إن الأنفاء كبيرة جدا وكده فقدوا الرئيس خلاص وبيبقى فيه واحد تبع سلينة بيعمل حفرة جوه الأنفاء علشان تعدي منها سلينة والرئيس ويختفوا تماما وهنا بيجي وقت تنفيذ الخطة الحقيقية وبيبقوا رابطين الرئيس ورايدر واقف قدامه وبيطلب منه رايدر يطلع في فيديو يقول رسالة للعالم كله عن أمريكا والحكومة بتاعتها وبالأخص العقيد الفاسد هارت والإن الرئيس أصلا مش بيحبه بيوافق ينفز المهمة وبيروح بعدها رايدر يقابل واحدة صحفية وبيسيب لها الفلاشة اللي عليها فيديو الرئيس وبينتشر الفيديو فورا في كل أنحاء العالم وبيدين رئيس ملط التجاوزات والوعود الوهمية اللي بتقولها أمريكا وبيأكد إنه بيلغي التحالف معاهم وإنه من الأول ما كانش حابب الموضوع والمساعد بتاعه بيموت نفسه بعد ما بيسمع اللي حصل ده وبعدها بفترة بيبقى هارت هربان في كوبا علشان ما حدش يوصله وبيستمتع بوقته على قد ما يقدر وأول ما بيركب عربيته بيلاقي رايدر واقف قدامه وبيطلع جهاز تفجير فبيفهم هارت إن العربية مفخخة بس مش بيلحق يخرج منها وبيفجرها بيه رايدر علشان يبقى حقق انتقامه الأخو وأصدقاؤه كلهم وريح العالم من فساد العقيد هارت وبيروح بعدها يقابل سلينا بعد ما قرروا يرجعوا علاقتهم ببعض ويقضوا اللي فاضل من حياتهم في سلام وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action